كلمت عن علي لطفي هل دلوقتي الأهلي محتاج حارس مرما بديل للشناوي؟ الأهلي من فترة محتاج حارس مرما بديل لإنه علي لطفي ليس على قيمة نادل أهلي أو قادر نادل أهلي هو حارس متواضع مكتهد ولكن لا يرتقي لمستوى النادل أهلي بمعنى إن محمد الشناوي في حتة وعلي لطفي في حتة تانية خالص فبالتالي لما يتعرض الشناوي لأي أصابة أنت بيبقاش عندك بديل جيد لمحمد الشناوي حتى أنه جمهور النادي الأهلي نفسه بيبقى في حالة خوف وقلق في حال وجود علي لطفي في حراس المرمى خلينا نتكلم بصراحة يعني فبالتالي أنه النادي الأهلي يبحث عن حارس مرمى والانتقالات اللي فاتت الانتقالات الصيفية يحاول بشطى الطرق أنه يتعاقد مع حارس مرمى بديل وكان فيه مفاوضات مع محمد بسام حارس طلاع الجيش وفريق طلاع الجيش رفض التفريط فيه اللاعب فبالتالي أنه خلاص النادي الأهلي يعني ارتضى بالأمر الواقع وأنه ما فيش بديل على لطفي ولكن لأ أن أهل النادي الأهلي عنده مشكلة في حراس المرمى بعيدا عن محمد الشنوى طبعا والسواه ما فيش حد يقدر يتكلم عنه ولكن فيه غياب محمد الشنوى لأ أنت عندك مشكلة كبيرة في حراس المرمى ده اللي لازم نادي الأهلي يبدأ به أنه يبدأ يفكر في الانتقالات اللي جاية يدور على حارس مرمى كويس يبقى بديل كويس للشنوى تعتمد عليه في الظروف اللي زي دي بالإطافة طبعا لخط الدفاع أنت بدأ النادي الأهلي بعودة محمد عبد المنعم بعد ما عمل مطشات يعني ولا أروع مع منتخب مصر وكان من أفضل اللاعبين وتوج بأفضل لاعب أكتر بمباراة مع منتخب مصر في الكاميرون 2021 لأن النادي الأهلي بدأ يسد الخط الدفاعي بتاعه بوجود عبد المنعم مع عودة بدر بنوم من الإصابة مع مشاركة أيمن أشرف هتلاقي الأمور في خط الدفاع النادي الأهلي أكثر استقرارا